وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول مؤكداً أنه منذ بداية الأزمة نعمل على منع توسع الصراع وأضف خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء القطري أن هذا الصراع يمكن أن يتوسع مما سيؤدي إلى كثير من المعاناة لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا حتى الآن وتابع أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد العالمي لافتاً إلى أننا نحث إسرائيل على العمل من أجل تقليل الضحايا بين المدنيين هو بلينكين دلوقتي في زيارة لمنطقة الشرق الأوسط تبتاهب تركيا ودلوقتي هو في قطر هو مفوض جايق قاهرة وعنده برضو لقاءات في القاهرة وعنده جول قاهرة مع السيد محمود عباس الخبر تم نشر من زيومان أنه هو في زيارة في جولة في إسرائيل والقاهرة يعني بلينكين دلوقتي جاي بوجهة آخر تماماً عن أول زيارة جاهة لمنطقة الشرق بعد يوم 7 أكتوبر أنه يعني هو الأنعى المدنيين وقتل المدنيين وقال برقيق جداً يعني بسم الله ما شاء الله عليه وأنه الفلسطينيين الأبرياء قتلوا وإلى آخره طبعاً ده غير كلام لا يعني لو حبينا نطلع الفيديو اللي في المؤتمر الصحفي مع نتانياهو كان أعتقد يوم 9 عشرة حاجة أكتوبر كان كلام تاني خالص بعدين جيب على الحتة بقى اللي تفرق معاه قوي 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 يعني اللي هي إيه إن هجمات الحسين في البحر الأحمر تضل بالاقتصاد العالمي هو ده اللي وجعك بقى صحيح فافتكرت الأبرياء المدنيين الفلسطينيين اللي قتلوا لما توجعت يعني أنا مش عايزة أقول إنه الحوسي باللي عمله ألا وجعه هي لغة المصالح آه طبعاً يعني لغة المصالح هي اللي بتحكم الآن يعني ودائما بنقول إن الكلام الكلام فقط هو لن يجدي ولن يفيد وبالتالي المصالح المنطقة أمريكا لها مصالح في المنطقة فبالتالي تحركت علشان ما يحدث في البحر الأحمر وحاولت إن هي تضغط على عدد من الدول وإن هي تخنع دول إن تدخل فيه تحالف من أجل الوقوف ضد الحوسي وأنا في الحقيقة عاجبني كمان موقف إقدار المصرية يعني في الحقيقة موقف سابت موقف تحترم مش كمان فيما يخص حتى التحالفات أو حتى فيما يخص البحر الأحمر لأ كمان في موقف كثيرة يعني الواحد لما بيشوف الموقف سابتة ومتزنة في عديد من القضايا ده بيقول اللي إحنا فعلا عندنا موقف شجاع نتحمل تمنه يعني عايز أقول كمان في ظل الضغوط من أجل دخول عدنا في غزة في رفح ويكون فيه رأي واضح وإن غزة خط أحمر وإن دخول سنة خط أحمر رغم كل الدول ورغم المزايدات ورغم التصرحات التي تأتي من إسرائيل بالضغط ويكون فيه موقف متزن من الأدار المصرية فده بيقول إحنا فعلا دولة كبيرة لو تتذكر بلينكين لما جاء إسرائيل في الأول الأزمة وبعد كده يجي على مصر وتزعت على الهوى لما كان في الاتحادية مع الرئيس لا ده كان شكله كان وحش جدا يعني صراحة يعني هو وتزعت على الهوى وحتى يعني لما تحلل لغة الجسد لبلينكين هو قاعد تحسه أنه مش مش مستريح لكن هو قاعد رئيس يومي كان ده جامد يعني خليني أقول كان موقفه قوي جدا وواضح ومفروش تهاون يعني أنا ما ضعفتش رغم أنه علينا ضغوط ضغوط سيئة جدا على مصر واقتضايا وفي الحقيقة وموضوع طبعا الغاز واللحصة لا يعني كان فيه ضغوط وعا ذلك حتى الآن لا احنا على موقفنا سبتين وكمان يعني فكرة التضامن الشعبي كمان فيما يخص كما قضاءة فلسطينية احنا شفنا يعني الشعب كله حتى لما خرج ويأيد الجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية حتى خضاء الأمن القومي فدي كانت رسالة هي كلها تبقى مرتبطة ببعض اللي أنا عايز أقوله أن حتى موقف خطاب أمريكي النهاردة حتى لو احنا ما بنصدقش كتير الكلام اللي يبنوا لكن على الأل فيه أدركوا أن الضغوط بتقوم بها الأدارة المصرية هم أدركوا أن فيه انتخابات وفيه انتخابات هم أدركوا أن يكون فيه انتخابات وشافوا لأ وكمان المؤنسة المشاركة فشافوا أن هناك دعم هناك شعبية لرئيز السيسي ترجمة نانسي قنقر